بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على حبيبنا محمد وعلى ألي وصحبي أجمعين يا ربك مجمعتنا هنا جمعنا أقدم حبيبنا رسول الله يا رب يجعلنا من المتحابين فيك يا رب يلعذبش واحد من أمة حبيبه رسول الله يا رب ينصر الإسلام والمسلمين هل مولود اللهم وجعله مولوده خير وبركة الله يجعله بزية الإيمان والرزق والخير يا رحمة الرحيم يا رب العالمين حينما يتصفح الإنسان سيرة رسولنا الأكرم صلوا عليه تجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يختر توجيه الدعوة إلى جنس خاص دون الآخرين حتى وقد عاش في مكة في موقع جغرافي ضيق فوجد هناك العرب فدعاهم إلى الإسلام وقال لهم العرب بغير الإسلام قبائل متناحرة متقاتلة فأنتم عشتم في الجاهلية أذلة تتقاتلون على أدفه الأسباب لكن الله تعالى لما امتن عليكم بالوحي ينزل من السماء وبرسولنا الأكرم الذي بلغه فاعتنقتموا الإسلام أعزكم الله رفع الله قدركم وحول رعاة الأغنام في ظرف وجيز إلى قادة للأمم بالإسلام قال عمر رضي الله عنه حينما خرج ليتسلم مفاتيح أورشليم القدس قال كنا قوما أذلة في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام عايش العرب هناك فلم يتأخر عن دعوتهم فدعا بلالا من الحبش من إفريقيا من الصومال فدخل الحبشي مع العربي بل سبق الحبشي العربي ولما دخل إلى الإسلام هذا العبد الذي كان يؤتمر بغنزة من سيده هذا الرجل صاحب أحد أحد الذي لم تنل منه تعذيب المشركين له حينما أسلم قال عمر العربي القرشي أبو بكر سيدنا واعتق بلالا سيدنا فأصبح العبد بالأمس الحبشي الذي كان والعياذ بالله ذليلا في خدمة الناس حوله الإسلام إلى سيد العمر ويلتفت في مكة فيجد صحيبا وهو من الروم صحيب السابق في الروم للإسلام فيدخل مع الثلة الأولى ويسبق الهرب فيصبح إمام الروم السابق لهذا الدين ويلتفت فيجد رجلا اسمه سلمان جاء من خرسان من إيران فيدخل إلى الإسلام ويسبق كثيرا من العرب فيجمع الله تحت راية الإسلام العربية والحبشية والرومية والفارسية واللائحة ترشحت للمزيد فالإسلام عالمي جاء للناس كافة لا يميز بين الأجناس ولا بين الأعراق ولا بين الألوان بل جعل اختلاف الأجناس والألوان والأعراق واللغات من آيات الله في الخلق ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى فالناس يتفضلون عند مولانا سبحانه ليس بالمنزل الاجتماعي هذا عربي هذا مش عربي لا وليس بالمال هذا عنده هذا ما عندهش الله وليس بالسواد أو البياض الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم إنما ينظر إلى ما كسبت قلوبكم ماذا تحمل القلوب أه تحمل حب الله وحب الإسلام وحب رسوله كن أسودا كن عبدا إنك تحمله خير ما يحمله العبد أما إن كنت غير ذلك كن ما تكون وتحمل في قلبك بغض هذا الدين أنت عدو لهذا الدين وذلك نبي صلى الله عليه وسلم بالبكري يقولهم ألا إن آلي كل مؤمن تقي ولو كان عبد حبشي وعدائي كل فاجر شقي ولو كان حرا قرشي فرفع الله بالإسلام بلالا وصهيبا وكان النبي حينما يعرج إلى السماء يأتي إلى الأرض ليبشر بلالا فيقول ما صعدت سماء إلا سمعت قرعا عليك قد سبقني ويأتي الحديث عن أبي لهب عم رسول الله من أشراف أشراف القوم فينزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة بأنه هو وزوجهم مجميل من أهل النار فما الذي جمع هذا الإسلام وما الذي وحد قبائل العرب الإسلام وما الذي أخرجهم من الذل إلى العزة الإسلام ومن الذي مكن لهم فنشرهم في الأرض فنشروا في الأرض الإسلام إنه الإسلام الإسلام يعطيك قيمة يعطيك عزة يعطيك رسالة يعطي لي حياتك معنى تعيش للدين يسيلا ما كاش يعيش للدين ويعيش غير كرشو أولا لوليداتو أولا لقبيلتو يعيش الحاجة فانية ومن عاش للفاني فانى مع الفنى أنت تعيش لشيء يدوم ما كان لله دام واتصل ومن عاش لغير الله كل ما عدى الله يفنى فإن عشت لما يفنى فأنت فان لأنك متصل بالفاني هكذا إذن جاء الإسلام فجمع العرب على فرقة ووحدهم على اختلاف ثم جعل لهم رسالة فانتشروا في الأرض فعزهم الله وفوقاش غادين نهازموا فوقاش غادين نهازموا فوقاش غادين نهازموا الوقيتة اللي غادين تخلوا على الإسلام كي تخلوا على إسلام واسموا نتفرقوا إسلام هو اللي يجمعنا وعزنا وكي يجتمعنا وانتصرنا وكي غادين نهازموا بنفس الطريقة نتخلوا على الإسلام بقى هذا يتكلم يقولوا أنا قلعي واحد يقول له أنا رفي واحد يقول له أنا سوسي واحد يقول له أنا كذا واحد يقول له أنا عربي واحد يقول له أنا عجمي واحد غاد يقول له أنا حبشي واحد غاد يقول له أنا أمريكاني واحد غاد يقول له أنا كذا وداخل كل منطقة واحد يقول له أنا سالفي واحد يقول له أنا حراكي في الدين عودك اللغة واحد يقول له أنا شلحي واحد يقول له أنا العربية واحد يقول له أنا المازيغية والأمازيغي واسم يقولوا آسدي أنا أبغيت اللغة لتعرف فبدل أن تكون الأمة صاحبة رسالة تفيض بها بالخير على الناس ترجع لكي تتفرق فينشغل بعض الناس ببعض قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبس بعضكم شيعا كل شيعة وحزب بما لديهم فرحون يتفرقون ولذلك فإن أعداء الملة عالموا أن سر قوة المسلمين التي كانت وراء نصرتهم هو الإسلام الذي وحدهم فعليهم أن يضربوا الإسلام لضرب الوحدة فلما انتصر رسول الله في غزوة بدر وهم أقلة على المشركين وهم كثرة غاض ذلك اليهود واليهود وشعارهم فرق تسد فقال اليهود راح نقول لنا في خطر المدينة اللي كنا نحكموا فيها جاولها المسلمين من الأغبس الخزارج وجاول المهاجري وحكموا فيها خلط رسولكي غادي ينذيق لهم غادي يقول لهم أبواتنا غيل برح وحنا يحنا نحكموا ونظيف إلى خلافاتهم نيران العداوة حتى يظلوا متفرقين لكي نكون نحن الأسياد جوت وحده ما بقى نحن نضرب إذن ما زلنا نديره خصنا نفرقهم كندروا نفرقهم باش باش فرقهم اختاروا رجلا شابا اسمه شاس شاس من القيس شاس هذا اللي عندهم الحزر الأندية لشاس يحفظوا أشعار الأوسيين والخزرجيين قبل الإسلام فكان الشعارهم لسان يترجم عن مآثر القبيلة إما إيجابا أو سلبا دل غادي نذكرهم بالجاهلية والمعارك انت على الجاهلية باش نخوي من قلبه وحب الإسلام وندخل نعرى الجاهلية ما بقتش أنا مسلم بقات أنا أوسي أنا خزرجي أنا عرضي خرج من القلب أنا مومن أنا مسلم إحنا المسلمين قاعخوت إنما المومنون إخوة خرجها فتتها قولهم هذا حاب شي هذا تازي كما بكرين كانت تسمحنا يتتازي قول تازا قبل بغزة هنا من يقرر شي مشاكل كيعلقوا يقولك تازا قبل بغزة يعني شو شو هل الغزة بسكين من شي من السلمين ولا أخي ستبدي بهذا ولا هذي نوع من التفريقة العنصرية لأن المسلم في كل مكان هو أخوك وما يضره يضرك وما ينفعه ينفعك وما يفرحه يفرحك وما يحزنه يحزنك فالمسلمون مثلهم في تراحمهم وتودهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عظم تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة فدخل عليهم بعد العصر هذا اليهودي الشاب الذي يحفظ شعرهم فبدأ يلقي أشعارا لشعراء أوسيين يمدح فيه انتصاراتهم على الخزرج فإذا بخزرجيين يخرج من قلبهم نور التوحيد والإسلام ويحشوه بالضغينة على هؤلاء فيقول لقد قال شاعرنا فيهم في ققعة فلان فيذكر أيضا شعر الخزرجيين الذي يمدح انتصاراتهم على الأوسيين وهكذا لا زال يخرج الإسلام ونعمة الإسلام التي بها ألف قلوبهم فشتت القلوب حينما وجه القلوب إلى انتصارات النفس وانتصارات القبيلة وانتصارات الهوى وانتصارات النعرات التي جاء الإسلام لكي يستقصلها من جذورها فرافعوا السيوف وقالوا لن يحسم الأمر بيننا إلا السيف اربعوا له القتال والله يتقاتلوا مع بعضهم بعض خرج الإسلام ودخلهم والعياذ بالله الولاء للقبيلة ايه يا ربي الإسلام جاء وحد قاعد مستلمين في العالم وهذا جاء خلق لهم مسألة الولاء للقبيلة ما بقاش الولاء لله ولا للرسول وللإسلام وهم على ذلك وقد اصفرت وجوههم بعد أن خرج نور الإيمان من قلوبهم فانعكست آثاره على وجوههم وبدت سيم الحقد في وجوههم إرادة الانتقام فخرج علم رسول الله فوجدهم على تلك الحالة فلما علم سببا الذي كان وراء هذه الفتنة من بعده في غيابه قال لهم عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وين أبين أظهركم أتدعونا دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة فلزال هكذا حتى ندموا وعادت أنوار التوحيد والإسلام لتستقر في القلوب ثم ندموا على ما فرتوا وعالموا مخطط اليهود الذي كان يهدف إلى تفريقهم وإخراج الإسلام من قلوبهم لكي يصبحوا أعداء لبعضهم البعض فأنزل الله قرآن يتلى إلى يوم القيامة في هذه القصة يحذرنا من مخططات تقسيمنا فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب تعالي يردوكم بعد إيمانكم كافرين يردوكم بعد إيمانكم أي بعد وحدتكم كافرين أي متفرقين فجعل الوحدة إيمانا وجعل الفرقة كفراء أوه ربي ربي سمى الله الوحدة أنت علم السلمين إيمان وسمى الفرقة كفر إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمان أي بعد اجتماعكم ووحدتكم كفارا أي متفرقين قالوا وكيف تكفرون أي كيف تتفرقون وعنتم تتلى عليكم آيات الله جاب لكم الله تعالى الرسالة اللي يجمعكم وفيكم رسوله أي الإسلام يمشي على الأرض في سيرة النبي صلى عليه وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فهمنا الآن في سوريا الآن السؤال تع سوريا لا يخرج أبدا 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 على هذا المغمار فالله تعالى ينصرنا إذا كنا متحصنين بالدين مسلمين خرجنا لله ولرسوله وللدين ثم اجتمعنا على هذا الإسلام هذا هو تع شرط خرجنا بالإسلام ثانيا اجتمعنا على الإسلام ماذا حدث في سوريا حتى ارتد الثوار وبدأوا يخسرون الكثير الكثير من مكتسبات حققوها في بداية الثورة ما الذي حدث ركوا تشوفوا ركوا تسمعوا المشكلة الآن والعياذ بالله سأل الله العفو والعافية أن كثيرا من هذه الجماعات سأل الله العفو والعافية عندها مفهوم مخالف للدين للجماعة الأخرى فبدل أن تجتمع استغر الله فبدل أن تجتمع على الدين في كلياته وفي غاياته وفي مجتمعة عليه الأمة من محكمات الدين والنصوص القطعية الدلالة القطعية الورود أصبحت الآن عياذا بالله تتفرق في فهمها للدين فإذا تفرقت في فهمها للدين كان لذلك أثر على وحدة الصف فتفرقوا وحينما تفرقوا ليتهم ظلوا متفرقين إيه أداروا شي بلجنة ولا شي إدارة لإدارة هذا الخلاف لا فصرفوا الخلاف عبر الرصاص فبدأوا يتقاتلون ويتناحرون وكلهم يزعم أنه مسلم وأنه متدين وأنه خرج يجاهد في سبيل الله لأنه يتقاتلون هذه اللي كتسمى الآن الدولة الإسلامية أنت داعش الدولة الإسلامية تلع عراق والشام كتدق معامل مع جبهة النصرة وما بزوش دي القاعدة والظهري في الأخير قال لهم الله يخليكم داعش خسكم تخرجوا وتوليوا العراق ما تبقاوش تما قال لهم ذاك شاف نتعلوا قال لهم لك غدفش قال لهم لك غدفش ما عندك ما تعرف فالآن بدأوا يتناحرون فيما بينه ثم هنالك جماعات أخرى المصيبة الآن والتي تعتبر من نقطة قوة النظام الفاجر الذي يعينه كل العالم النقطة القوة أن تلك الحركات الثورية المجاهدة أساءت فهمها للدين ثم تفرقت ثم بدأت تصرف الخلافة عبر الرصاص هذا هو هذا باختصار حول هذه النقطة هذا هو باختصار فلو أننا فهمنا الإسلام مفهما صحيحا واجتمعنا علي ثم توحدنا في صفنا لمواجهة عدونا الواحد لرأينا العجب العجاب ولكن لما افترقنا ذهب ريحونا كما قال الله وصرنا نتقاتل مع بعضنا ونوجه فوهات بنادقنا إلى صدورنا فكفونا مأونة مواجهة عدائنا لنا راح ننواجه بعضنا بعضنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يحذر من هذه الفتنة التي وصلنا إليها لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض وفي حديث لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقابة بعض وفي حديث آخر يضين عليه الصلاة والسلام أن مسألة الفتنة بين الأمة قائمة وهي أخطر ما يهدد كيانها قال رسول الله سألت ربي ثلاثا فاعطاني ثنتان ومنعني الثالثة سألته أن لا يجعل هلاك أمتي على عدو من خارجها ربي ما يهلكش هل الأمة بشي عدو من برة فاعطانيها ثم سألت ربي أن لا يجعل هلاك أمتي باش بالسنين والقحط والجوع كذا فاعطانيها والغرض لكن لما سألت الله أن لا يجعل هلاك أمتي ببأس بعضها منعنيها وفقاش تقول للأمة تقتل مع بعضها بعض وتخلل عاديا فقاش قال رسول الله واضحة المسألة واضحة خرج النبي في حديث ابن ماجي عن ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلوا عليه صلوا على رسول الله خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها ركوا فهمنا المسألة لا من أعذروا عليه واضحة الكلام رأي في السر بعض وبعض إلا ظهرت فيهم الأوبئة والأوجاع والأمراض التي لم تكن ظهرت في أسلافهم الذين مضوا سيدا وما إلى ذلك وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا ورحة وما طفف قوم المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان السلطان والظلمة والربع وما نقض قوم عهد الله وعهد رسول العهد انتع الله والتوحيد والعهد انتع رسول الله اللي بناه واصلا إلا صلط الله عليهم عدوا من غيرهم هذه برة كما تقعوش تصلى وتقعوها عطنا غيرها هذا اللي كان يتكلم عليها لحاجة والأذر يحاو والدفيع يشو صلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما تحتأيديهم والخامسة اللي هي الشاهد وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا أحسن ما أنزل إليهم إلا جعل بأسهم بينهم شديد ما بغناش نقول لي والدين ما شمعناش على الإسلام والقرآن غادي يتفرقوا واحد يوالي واشنطن حينما اتخذها مرجعية في التوجه واحد يوالي موسكو حينما كانت موسكو هي القوة على الشرق وواحد يقول لك سيدي إحنا المرجعية انتعنا هي القواني الكونية خاصة تكون إن شاء الله تبارك وتعالى هي المرجعية انتعنا وهي أسماء من مرجعية الإسلام هاكذا كيقولت العلمانيين ولذلك ديرينا الفتنة في كل بلاد الفتنة في كل بلاد إحنا ليحدي الآن ما حددناش علشي اجتمعوا واحد بغاها علمانية واحد بغاها ما نعرفت نصرانية واحد بغاها إلحادية واحد بغاها إنحلالية واحد بغا شي كل واحد في بلاد واحدة سيب العجب وزادوا وفرقوها مش غير في الدين فرقوها في كل شي الدار تسيب الراجل يطلق المرأة على لأن هذه بارساوية وهذا ريالك تعال بارساو تفرقنا على كل شي تفرقنا في الدين تفرقنا في اللعب تفرقنا في الهوايات وهذاك التفرق بدل باش يكون تفرق يغني وهو تفرق تنوع اصبح تفرق انت عطا ضاد أنا ماشي معايا أنا أراك ضدي اللي قال عن بوش إما معي وإما ضدي كحلو والله بيض ما كاش ما بيض كحلو والبيض هذا هو اللي وقع للأمة الآن ولذلك الله يحفظ يسترس قالوا الله العفو والعفية هذه رمزايدين فيها قضية تقسيم الأمة واجزئها رمزايدين فيها رمزايدين فيها مؤتمر لما شاخت خلافة المسلمين العثمانية فاجتمع الرجلان وقرروا تقسيم تاركة الرجل المغير قسمونا قسمو المغير بالجزائر تونس ليبيا وكذو كل داهم نصارى والآن واسموا رمزا يقولوا قسمنا نقسم اللي مقسم الآن وصلنا لتقسيم المقسم واجزئ المجزة أنا نقسمو العراق الكلاثة غادي قسمو ليبيا الربعة غادي قسمو مصر قسمو بعد السودان الشامل والجانوب وغادي يزيدوا ضارفور وعندهم مشروع طويل لتقسيم المسلمين إلى مناطق كل منطقاك يقولك فيها أقلية وقسمو تحترفوا الأقليات وتعطيهم حقهم ورمي وولونا هذه أقلية شيعية هذه أقلية نصرانية أخس ما عودك وما يطالبونا واسمو يطالبو يطالبونا باش نعطيوا الحرية الاعتقاد والاخرين عودك الشواف قلك عطارفونا بحقنا في ميلنا الجنسي أرخرين بغي الحرية باشي فطروا عالانا أرخرين بغوا الحرية انتع الجنسية أي أن الولد والشاب إذا تقابل مع شابة في علاقة حميمية خارج إطار الزواج قلكك تحتارمهم واخس الدين ما يدخلش وهكذا دعوات كلها لتفريق الأمة وتمزيقها وشغلها وأما عداء الملة فإنهم يعملون في الأرض لكي يحصلوا على كل المكتسبات في غيبة الأمة هذا هو هلأ شرحنا مغلوبين ما الشغل في سوريا أحنا مغلوبين في كل مكان هذا هو السبب فنسأل الله تعالى سبحانه أن يردنا إلى ديننا سر عزتنا قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله تعالى هذا وعده ووعد الله حق وكلامه حق ومن أصدق من الله قيل حنا ما رحنش في المستوى حنا ضيعنا حنا فنسأل الله العفو والعافية